موسيقى مساء الخير إذا استثنينا الحديث عن مصاري العملية العسكرية التي يبدو أنها لن تكون نزهة للروس فإن أهم تطور في الحرب الأوكرانية حتى هذه اللحظة هو تصاعد العدائيات بأكثر من المتوقع بين الغرب من ناحية وبين روسيا من ناحية أخرى بعد مرور أقل من ثلاثة أيام على انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أثير الحديث عن الخيار النووي مرتين مرة من جانب الغرب ومرة من جانب الروس تحدث الغرب عن الخيار النووي يوم 26 فبراير الماضي في إطار بحثه عن وسائل لعقاب روسيا بهدف خنق اقتصادها عقابا لها على غزو أوكرانيا وكان من بين هذه العقوبات بحثهم احتمال إخراج روسيا من نظام سوفت المالي الذي سوف أحدثكم عنه بعد قليل بعض المسؤولين الغربيين ومنهم وزير المالية الفرنسي اعتبر هذه الخطوة بمثابة خيار نووي ضد روسيا ولكن على المستوى المالي رد الرئيس الروسي بوتين في اليوم التالي 27 فبراير بتهديد الغرب المعادي لروسيا بالسلاح النووي الحقيقي الأمر الذي يطرح مجموعة من الأسئلة حول جدوى وأحداف العقوبات الغربية ضد روسيا وحقيقة رد الفعل الروسي على هذه العقوبات هل هذه العقوبات كما يسأل الكثيرون قادرة على ردع الروس لكن السؤال الأهم ردع الروس عن ماذا هل هذه العقوبات سممت للضغط على روسيا لوقف غزوها لأوكرانيا وبالتالي إنقاذ أوكرانيا أم أن الهدف الأساسي من هذه العقوبات هو استنزاف روسيا في أوكرانيا ما يتطلب بالضرورة طوريتها أكثر هناك ويؤدي في نهاية المضاف للتضحية بأوكرانيا وهناك أسئلة حول جدية بوتين في استخدام السلاح النووي هل يمكن فعلا للروس أن يستخدموا السلاح النووي ضد الغرب أو في هذه الحرب المتصاعدة في أوكرانيا وفي أي الحالات أذكر حضرتكم أن الغرب ألقى في وجه الروس في الأيام الماضية بكل العقوبات الممكنة لو تحدثنا عن العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا نحتاج إلى ساعات طويلة لكن أكثر هذه العقوبات إثارة للجدل هو التهديد بإخراج روسيا من نظام سوفت المالي وما هو نظام سوفت المالي؟ نظام سوفت ليس إلا ميسجينج نتورك ليس إلا الشبكة للتواصل والتراسل بين المؤسسات المالية العالمية يعني يشبه إيميل كبير مؤمن بين المؤسسات المالية العالمية أعطيكم مثال يوضح لكم المسألة ببساطة إذا أرادت شركة كويتية أن ترسل مليون دولار إلى الشركة في المكسيك كيف يمكن أن تفعل ذلك؟ سوف تذهب الشركة الكويتية إلى بنك ألف في الكويت لتطلب منه إرسال مليون دولار إلى الشركة المكسيكية عن طريق بنك باء في المكسيك كيف يمكن لبنك ألف في الكويت أن يفعل ذلك؟ يتخذ مجموعة من الإجراءات لكن إجراء رقم واحد والذي لا يتم أي شيء بدونه إختار عن طريق نظام سوفت أعطي الشركة المكسيكية كذا مليون دولار من حساب الشركة الكويتية ثم تبدأ إجراءات المقصة والتسوية المختلفة لكن لا شيء يتم أبداً قبل أن يأتي الإختار من بنك ألف إلى بنك باء هذا هو سبب أهمية نظام سوفت نظام سوفت أصبح أكثر وأكثر أهمية بحكم أن حجمه كبير جداً هو يربط 11 ألف مؤسسة مالية مختلفة حول العالم في 200 دولة كيف كان العالم قبل سوفت؟ سوفت دخل الخدمة في عام 1973 قبل 1973 كانت المؤسسات المالية تتواصل فيما بينها بنظم تواصل مختلفة مثل التليكس على سبيل المثال لكن النظم الأخرى قبل سوفت كانت أقل كفاءة أقل سرعة أقل أماناً هل توجد بدائل لنظام سوفت؟ نعم توجد بدائل البدائل الصين سعت لتطوير بديل روسيا نفسها لديها نظام بديل اسمه SPFS وSPFS هو اسم البديل الروسي الذي ابتكره الروس بداية من 2014 لماذا 2014 في هذا العام هدد الغرب لأول مرة بإخراج روسيا من نظام سوفت عقاباً لها على ضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية فبدأت في تطوير هذا النظام ما عيب هذا النظام؟ ليس فيه أي عيب سوء أنه غير قادر في هذه المرحلة على منافسة سوفت لأن عدد المؤسسات التي وافقت للانضمام والتعامل به مع روسيا ربعمائة مؤسسة فقط لغير من 23 دولة وبالتالي هو غير قادر على خدمة الاقتصاد الروسي والشركاء المختلفين لروسيا بنفس القدر الذي يقوم به سوفت من يملك سوفت؟ المؤسسات المالية التي يخدمها يعني 11 ألف مؤسسة مالية مقر سوفت في بلجيكا وبالتالي هو مؤسسة مالية تخضع للقوانين البلجيكية وللاتحاد الأوروبي نعود لسؤالنا ماذا يحدث إذا أخرجت روسيا من نظام سوفت يترتب على هذه الخطوة الخطيرة أثار كارثية على روسيا وعلى الغرب وعلى العالم كله لماذا؟ بالنسبة لروسيا سوف يتأثر الاقتصاد الروسي بشكل كبير لأنه سوف يكون عاجزا بشكل تام عن التعامل مع الغرب لأن الغرب لا يتعامل إلا بنظام سوفت يمكن لروسيا أن تتعامل مع مؤسسات أخرى محدودة داخل الغرب وممكن أن تتعامل مع دول أخرى مثل الصين أو دول أخرى راغبة في التعامل أو مستعدة للتعامل بالنظام الروسي بعيدا عن سوفت لكن هذا سوف يقلس كثيرا جدا من قدرة روسيا على التعامل مع العالم الخارجي وزير مالي سابق لروسيا قدر الأثر على الاقتصاد الروسي إذا خرجت بأنه سوف يشتب حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا لكن عموما روسيا سوف تعتبر هذه الخطوة بمثابة إعلان حرب من يقول ذلك؟ دلالي الكلام ده مدفيريف مدفيريف رئيس وزراء ورئيس روسيا السابق الذي اعتبر أن هذه الخطوة انتمت إعلان حرب على روسيا وهذا ما يفكر فيه الرئيس الحالي بوتين ماذا يترتب على إخراج روسيا من نظام سوفت على الغرب أثار ضخمة جدا أذكركم أن الغرب يتعامل مع روسيا البلد الكبير على مستويات مختلفة يشتري منها الكثير ويبيع لها الكثير إخراج روسيا من نظام سوفت معناه أن الغرب لن يستطيع التعامل مع روسيا كيف يمكن أن يتعامل معها تجاريا إذا لم يكن هناك وسيط للدفع في هذه الحالة على الغرب أن يبحث عن بدائل لكل السلع التي يبيعها يعني يبحث عن أسواق بديلة لروسيا ويبحث عن بدائل للسلع التي يشتريها من الروس على ما يبدو أن الغرب مستعد أن يجد بدائل وإن كانت بصعوبة لكثير من السلع التي يشتريها من الروس لكن هناك سلعة واحدة تمثل عقبة كبيرة وهي الطاقة بصفة عامة والغاز على وجه التحديد أكبر سوق تجاري للمنتجات الطاقة الروسية هي داخل أوروبا أوروبا تعتمد بشكل رئيسي على البترول وعلى الغاز الروسي الغاز على وجه التحديد الروسي بيمثل أكثر من 40% من الاحتياجات الأوروبية من هذه السلعات الحيوية وبالتالي إذا أخرج الروس من نظام سويفت لن يكونوا قادرين على أن يدفعوا مقابل ما يستخدموه من الغاز الروسي في هذه الحالة سوف يوقف الروس الغاز المتدفق إلى أوروبا لأنهم لن يعطوا غازهم للأوروبيين لوجه الله تعالى يترتب على ذلك أثار كارثية على الاقتصاد والحياة في أوروبا الأثر سوف ينتقل أوتوماتيكالي إلى كل دول العالم وعلى رأسهم الولايات المتحدة كيف ذلك؟ الولايات المتحدة لا تحتاج إلى الغاز ولا البترول الروسي ولكن البترول والغاز في أي مكان في العالم يصعر بشكل عالمي وبالتالي إذا ارتفعت أسعاره في مكان ما سوف ترتفع في الولايات المتحدة حتى وإن لم تكن تشتري غاز أو بترول روسي بالفعل بمجرد ما دخلت الدبابات الروسية لأوكرانيا ارتفعت أسعار البترول والغاز تجاوز يوم الخميس الماضي سعر برميل البترول 105 وارتفعت أسعار الغاز بأكثر من 50% وهي مرشحة للزيادة إذا طالت الأزمة ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير يعني أزمة اقتصادية كبيرة جدا والعالم يعيش في مستويات كبيرة من التدخم للأسباب التي عرضناها في حلقة سابقة وسأضع لكم رابطها وهو تراجع أثار كوفيد-19 وبدء الطلب أو بدء الانتاج بمستوياته المعهودة الأمر الذي نتج عنه رغبة كبيرة في الطلب على منتجات مختلفة ومنها الطاقة لم يكن متوفر القدر الكافي وبالتالي ارتفعت الأسعار في الطاقة وفي غيرها من السلع الضرورية للإنتاج والنقل إذن سوف تكون هناك أثار كبيرة على أوروبا سوف تكون هناك أثار كبيرة على الولايات المتحدة والولايات المتحدة حساسة لهذه الأثار لعدة اعتبارات الاعتبار الأول أنها تعاني من ارتفاع كبير في الأسعار ومستويات تدخم غير مسبوقة من 40 سنة للأسباب التي ذكرتها لحضراتكم وهي ارتفاع الأسعار عالميا بعد تعافي العالم من كوفيد 19 لكن فهذا يجعل وجود أزمة جديدة تأثيره أخطر على الأوضاع في أمريكا وأخطر على الإدارة الأمريكية التي تراجعت شعبياتها مؤخرا لأسباب منها ارتفاع الأسعار ما يجعل موقف الرئيس بايدن أكثر حرجا هو أن هناك انتخابات تجديد نصفي في الكونجرس الأمريكي في 8 نوفمبر المقبل وبالتالي مزيد من الارتفاع في أسعار الطاقة يعني تضاعف فرص خسارة حزبه في الانتخابات التجديد النصفي الأزمة كما قلت لحضراتكم سوف تنتقل إلى العالم كله لأن أزمات الطاقة يعني بتسمع في كل القطاعات وسوف تكون هناك أزمة عالمية كبيرة إذن استخدام الغرب لسوفت هو فعلا خيار نووي سوف يضر الروس بشدة سوف يضر الاتحاد الأورمبي سوف يضر الولايات المتحدة سوف يكون ساببا رئيسا لإحداث أزمة اقتصادية في العالم ولذلك يتلك الغرب كثيرا في تنفيذ هذا الخيار ماذا فعل الغرب؟ حاول إمساك العصام من المنتصف يعني قرر أن يفرد عقوبات على كل القطاعات في روسيا لكنه استثنى قطاع الطاقة أذكركم أن روسيا بلد عظمى في مجال الطاقة هي تنتج عشر ما يستهلكه العالم من البترول والثلث ما يستنتجه العالم من الغاز وهي واحدة من أكبر خمس منتجين للفحم في العالم لذلك أي عقوبات على قطاع الطاقة سوف يؤثر على الجميع ماذا فعل الغرب؟ كما قلت لكم فرض عقوبات من كل الأنواع لكنه استثنى قطاع الطاقة وقرر إخراج بعض المؤسسات المالية الروسية من نظام سوفت ولكن ليس كل المؤسسات المالية حتى يتمكن الأوروبيين وحلفائهم المختلفين من أن يبيعوا ويشتروا مع الروس في نهاية المطاف هذا يعني أنه ما لم يتم إخراج روسيا كاملة من نظام سوفت ما لم يتم فرض عقوبات كاملة على نظام الطاقة سوف تكون العقوبات في مؤملها مؤثرة مؤلمة لكنها لن تعني نهاية الحياة للروس لأن نصف صادرات روسيا للعالم الخارجي هي طاقة غاز وبترول وفحم إذن هذا عن الخيار الداووي الغربي هو خيار سوف يترددون فيه كثيرا ولن يكونوا قادرين على فرده دون أن يتضرروا منه بقدر ما يتضرر منه الروس ماذا عن الخيار النووي العسكري الذي هدد به الرئيس بوتين بصفة عامة العقيدة العسكرية الروسية تنص منذ عشرات السنوات وهي تشبه في ذلك الدول النووية الأخرى أن استخدام السلاح النووي يتم في حالة واحدة حين تكون الأمة الروسية في خطر وجودي تعريف خطر وجودي صحيح قد يختلف من حكومة إلى حكومة لكن المبدأ العام لابد أن يكون هناك خطر كبير جدا على الأمن القومي الروسي لكن الروس أضافوا في 2020 بندا آخر أو وضعوا استراتيجية أخرى هذه الاستراتيجية تسمى أسكليت تودو أسكليت يعني صعد لتخفض التصعيد وخلاصتها أن الكريملين أو السلطات الروسية تحتفظ لحقها تحتفظ لنفسها بالحق في استخدام الأسلحة النووية لمنع تصعيد العدائيات أو الأعمال العسكرية في صراع ما وإنهائها بشروط مقبولة أو لإنهائها بشروط مقبولة لصالح الاتحاد الروسي أو حلفائه ماذا يعني ذلك؟ الحالة الأوكرانية مثال رائع في 2020 لم تكن هناك حالة أوكرانية بعد ملتهبة لكن المقصود أنه لو واجه الاتحاد الروسي صراعا بالأسلحة التقليدية كما هو الحال في أوكرانيا ثم وجدت روسيا أن الصراع من شأنه أن يتسع بشكل كبير جدا فيمكن أن تلجأ لاستخدام السلاح النووي للسيطرة على تصاعد هذا الصراع لصالح الروس استخدام السلاح النووي لا يعني بالضرورة نهاية العالم هناك أسلحة نووية تيكتيكية يمكن أن تستخدم لحسم صراع في منطقة محددة وهناك عدة حلقات مع خبيرنا الدكتور يسري أبو شادي سوف أضعها لكم استأذنكم أن تعودوا إليها نرجع للسؤال الرئيسي هل يمكن للروس أن يستخدموا فعلا كما هدد الرئيس الروسي السلاح النووي في حربه ضد أوكرانيا أو ضد الغرب الإجابة القاطعة نعم وتهديدات الرئيس الروسي لم تكن مجرد انفعال ولكنها كانت تطبيقا نموذجيا لاستراتيجية روسية وضعت من 2020 وهذه الاستراتيجية تنص على أمرين يمكن استخدام السلاح النووي إذا تعرض أمن الروس لخطر بقودي أو بهدف التصعيد الشديد جدا لوقف التصعيد على المستوى التقليدي أي للسيطرة على النزاع التقليدي وحسمه بشكل فعال لصالح الروس ولد الروس ما يملكونه من تكنولوجيا نووية يمكن استخدامه على المستوى التكتيكي دون أن يشن حرب تدمر العالم كله وطبعا يمكن أن يتطور ذلك إلى مواجهة مفتوحة وحرب عالمية ثالثة حرب العالمية الثالثة الحديث عليها كان دائما بيقتصر في السنوات الأخيرة على يعني مجالين الكتب النظرية والدراسات النظرية سواء في العلاقات الدولية السياسية الاستراتيجية أو في الصحف الصفراء الكلام عن الحرب العالمية الثالثة لم يعود قصرا على الدراسات النظرية ولا الصحف الصفراء ولكنه بات كلاما يردد على ألسانة أكبر زعماء العالم تحدث عنه بوتين ويتحدث عنه الرئيس بايدن حين حاول طمأنة الأمريكاء وقال لهم لن نجر الأمريكان إلى حرب عالمية ثالثة الآن لكن كل هذا لا يمنع أن الروس يمكنهم أن يستخدم وفقا لهذه العقيدة السلاح النووي في حالتين واضحتين الحالة الأولى أن ينجح الغرب أو يسيء الغرب الحسابات ويفرد من العقوبات ما يحقق ضررا خانقا للاقتصاد الروسي ويعتبر الروس ذلك بمثابة إعلان حرب كما قال مدفيرف وبالتالي يمكن أن يلجأوا لاستخدام السلاح النووي سواء بشكل تكتيكي أو يتطور هذا السلاح التكتيكي إلى استخدام السلاح النووي بشكل استراتيجي وتكون حربا عالمية ثالثة ويمكن أن يستخدم الروس أيضا السلاح بعيدا للعقوبات الاقتصادية تماما إذا تمكن الغرب من منح أو إعطاء أو إمداد الأوكرانيين بكميات من الأسلحة التي من شأنها العقخة سائر مؤلمة ومحرجة داخل القوات الروسية بشكل أكثر مما يمكن أن يتقبله الجيش الروسي فيقرر الجيش الروسي حسب الصراع في أوكرانيا باستخدام الأسلحة أسلحة الضمار الشامل أو السلاح النووي أبتكتيكي لحسم الصراع هناك نعود إلى سؤال أخير هل العقوبات التي يفرضها الغرب حتى هذه اللحظة أو إن زالت هدفها الأساسي إنقاذ أوكرانيا أم هدفها الأساسي استنزاف روسيا في أوكرانيا وبالتالي التضحية بأوكرانيا تقدير المتواضع أن الهدف من هذه العقوبات هو استنزاف الروس والتضحية بأوكرانيا أو ما يتطلب التضحية بأوكرانيا لماذا؟ لأنه لو كان هدف الغرب هو إنقاذ أوكرانيا كان هناك حلا مطروحا منذ بداية الصراع وما زال مطروح وأحد هذه الحلول كانت هناك حلول وأحد هذه الحلول أن يتقدم أوكرانيا الحكومة الأوكرانية بطلب مكتوب تتعاحد فيه بعدم انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي أذكر حضرتكم بالتالي لب كل هذا الصراع وهذه الحرب هو خوف روسيا من انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي وهو الطلب الذي وطلب الضمانات بعدم انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي وهو ما رفاده حلف شمال الأطلسي متعللا بأنه لا يمكن أن يقبل أن يمنح روسيا حق الفيتو على اختياراته والأعضاء الذي يمكن أن يضمهم لكن بما أنه حلف شمال الأطلسي يدرك أن أوكرانيا غير مؤحلة ولسنوات طويلة للانضمام وبما أنه بات مدركا أن هذه مسألة حياة أو موت إلى روسيا كان يمكن أن يكون هناك حلا وسطا يضمن أو يطمئن الروس ويحفظ ماء وجه الحلف شمال الأطلسي هو أن يتقدم الحكومة الأوكرانية بضغط من الغرب بطلب تقول فيه لن أتقدم أو بتعهد لن أتقدم وبالمناسبة يمكن أن تترجع عنه لاحقا يعني هذا لن يكون التزام أبدي مدى الحياة لكن كان يمكن أن ينقذ الموقف الآن ولعدة سنوات يمكن أن يكون قائل ولكن هذا افتئات على حق أوكرانيا في تحديد خياراتها هذا كلام نظري بحت وقد تحدثنا عن ذلك في حلقة سابقة أستأذنكم أن تعودوا إليها ليس صحيحا أن دول العالم حرة في اختياراتها خصوصا إذا كنت دولة صغيرة تجاول دولة أكبر كل الدول الصغيرة في كل مكان في العالم تأخذ قراراتها وهي تضع عينيها على خيارات وأولويات الدولة الكبيرة التي تعيش في ظلها هذا ليس عدلا ولكن العالم ليس مكانا عادلا الحرية في العلاقات الدولية هي حرية الأسماك في المياه حرية تقتصر على الأسماك الكبيرة التي يحق لها أن تأكل ما تشاء من الأسماك الصغيرة أشكركم وإن شاء الله يكون لنا حلقات أخرى مع تطورات الحرب الأوكرانية وما أكثر هذه التطورات